يلجأ العديد من المواطنين لإدخار والاستثمار في أموالهم بطريقة آمنة من خلال استثمار تلك الأموال في شراء شهادات الاستثمار أو من خلال حسابات التوفير أو شهادات الإدخار بينما هناك ودائع في الأوعية الإدخارية المختلفة المطروحة في البنوك العامة في سوق المحلي ومن ضمن الأوعية الاستثمارية التي يمكن للمواطن استثمار أمواله بها أدوات الدين الحكومية أو سندات وآوى خزنات التي تطرحها البنوك في كل أسبوع وتتميز هذه السندات بأن أسعار الفيدة المقدمة عليها أعلى من سعر الفيدة على الأوعية الإدخارية التقليدية كما أنها تدر عائدا مجزيا وسابتا لفترة متوسطة وطويلة ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة ويتم طرح أدوات الخزانة مرتين في الأسبوع ويستطيع المواطن شراء هذه الفائدة والتي تتراوح بين 12 و3 من 10 إلى 14.5% كأفضل بديل لشهادات الاستثمار ويمكن شرائها من خلال البنوك العام في السوق المحلي وفقا لشروط وآليات محدودة وأقت لجنة السياسة النقضية بالمنك المركزي في اجتماعها الأخير في 16 سبتمبر الجاري على سعر عائد على الإقراض للليلة الواحدة وهو 8.5% وحتى 14% المدة التي تتراوح علي سعر الفائدة تصل إلى أكثر من 15 عام فهي طريقة طويلة الأجل بينما تتراوح أسعار الفائدة المقدمة على سندات الخزانة 14.3% بينما تتراوح أسعار الفائدة إلى 3 سنوات فقط وهي 14.5% أما السندات الخزانة فقد تتراوح إلى 15 عام تتراوح أسعار الفائدة المقدمة على أزوات الخزانة إلى 12.3% بينما تبلغ إلى مدة 91 عام 12% لأدوات الخزانة التي تبلغ 237 يوما مدة أدوات الخزانة بين 3 شهور وحتى 9 شهور وهي مدة قصيرة الأجل لذلك الفائدة عليها مرتفعة ويحصل العميل على الفائدة المقدمة على أزون الخزانة مقدما وبنهاية مدتها يحصل على المبلغ الذي تم شراؤه بها ويمكن أيضا للعميل الحصول على فائدة سابتة على سندات الخزانة لمدة تصل إلى 15 عام وتصرف الفائدة على سندات الخزانة بشكل دوري كل 6 شهور أو سنويا الفائدة على أزون وسندات الخزانة سابتة دون تغيير حتى انتهاء آجالها ويمكن للأفراد والشركات المصريين أو الأجانب البنوك والسيدات والرجال لاستخدام هذه الفائدة في البنك المركز المصري يجب أن لا يقل الحد الأدنى لشراء أزون الخزانة عن 25 ألف جنيه وبالنسبة لسندات الخزانة الحد الأدنى للشراء ألف جنيه يقوم العميل أو الشركة الراغبة في الاستثمار في أزون سندات الخزانة بالتعامل من خلال البنك التابع له لشراء أزون أو سندات الخزانة من خلال البنك ويمكن توجيه العميل أو الشركة الراغبة للمعاملة معه في هذه الأمور من الساعة العاشرة صباحا ويتوجه العميل أو الشركة الراغبة في شراء أزون وسندات الخزانة للتعامل مع البنك يقدم العميل أو الشركة الراغبة بطلب شراء أزون سندات الخزانة محددة بالقيمة في الأيام التي يطرح فيها البنك المركزي الأزون وهي يوم الأحد والخميس من كل أسبوع أما سندات الخزانة فيتم طرحها كل أثنين من كل أسبوع ويصمح للعميل بالاقتراض ضمان أزون وسندات الخزانة ويستطيع كل عميل كسر أزون وسندات الخزانة التي يتم شراءها في اليوم التالي للشراء بكذا نكن وصلنا إلى نهاية الفيديو وإشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته